جامعة محمد خيذر ببسكرا من جهة والجماعة المحلية لولاية بسكرا من جهة أخرى هي أول مبادرة تجسيدا لبرنامج رئيسي الجمهورية من أجل إقحام الجامعة في التنمية المحلية هو لقاء بين إطارات الولاية لمختلف التخصصات وأساتذة جامعة بسكرا ضمن ورشات عمل في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة والتعاون والبحث عن تسير يعتمد على التقنيات الحديثة والعلمية حابين بشكل كل الأعمال يقوموا بها على مستوى ولاية بسكرا في مختلف المجالات تكون مؤترة من السادة الأساتذة الكرام الباحثين وكذلك طالبت الدكتورات اللي رهم يرفقونا في بعض المجال تحت إمارات السيد مدير الجامعة مشكورا كان اليوم وصلنا لمرحلة الحاسمة وهو انتقالنا من جانب النظري إلى جانب العملي وين رح ندارسه مع بعض أعمال الورشات التي عملت منذ ثلاثة أشهر ومن أهم القطعة التي كانت محل بحث الصفقة معالجة النفايات ومخطط المرور التوصيات التي تفضل بها سيد رئيس الجمهورية وهي الجامعة يقحمها في التنمية المحلية خاصة في التنمية المحلية وكذلك في إطار برنامج الحكومة الذي بالنسبة لقطاع التعليم العالي هو الانفتاح على القطاع الاقتصادي والاجتماعي لكل مناحي التنمية على مستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني ونحن متفتحون ونشجع مثل هذه المبادرات هو دور يمكن أن يلعبه الإطار الجامعي في تفعيل الحركة التنموية وتأسيس للمدينة الذكية